تتصعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر تزامنا مع فشل الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لتلك الهجمات وفي ظل تآكل دور واشنطن العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن في جديد العمليات العسكرية أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حادثتين منفصلتين في وقت مبكر حيث تعرضت سفينة التجارية الأولى لهجوم بمقضوفين مجهولين على بعد سبعين ميلا محريا شمال غربي الصليف بمحافظة الحديدة الهيئة أشارت إلى أن سفينة الثانية تعرضت لهجوم بمقضوفات صاروخية شمال غربي ميناء الصليف ولم يصاب طاقم السفينتين بأي إصابات داعية السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة وكالة أسوشيت بيريس من جهتها أكدت أن توقيت الهجوم والإحداثيات التي قدمتها الهيئة البحرية البريطانية يتوافقان مع المسار المبلغ عنه لناقلة بلولوغن النفطية القادمة من روسيا مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين أدت إلى تعطيل سلع بقيمة تريليون دولار تمر عبر البحر الأحمر كل عام فضلا عن استهداف أكثر من ثمانين سفينة منذ نوفمبر الماضي وبالإضافة إلى فشل الاستراتيجية الأمريكية بالبحر الأحمر في احتواء الأزمة يكشف الطلب الأوروبي بالسماح بسحب سفينة اليونانية عن العجز العسكري الغربي وفشل بوارجه في الوصول إلى السفينة وهما دفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل إلى الاعتراف بفشل احتواء العمليات عسكريا ووصفها بالمعقدة والمتطورة بوريل اعتبر ما يجري في البحر الأحمر تصعيدا خطيرا مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة باعتباره الحل لإيقاف تصعيد أزمة البحر الأحمر ويبدو المشهد أكثر تأزما مع تمسك جماعة الحوثي بموقفها واستمرارها في الهجمات بينما يسمر الوجود الأوروبي والأمريكي في البحار اليمنية وفي الوقت نفسه كان الإخفاق سيد الموقف بالنسبة للجانبين وفقا لتقارير دولية